تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببابار من وضع حد لشبكة جرامية متكونة من ستة أشخاص تنشط في تهريب وترويج الأدوية ذات التحثير العقلي وهذا بعد ورود معلومات حول عملية تهريب كمية من المؤثرات العقلية عبر إقليم الاختصاص ليتم وضع تشكيل متحرك وأخر ثابت عبر كل المسالك والمنافذ المحتمل المرور عليها من خلالها تم رز سيارة المشتبة فيها وهي قادمة من إحدى الولايات المجاورة ليتم توقيفها وبعد تفتيش سيارة تفتيشا دقيقا تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية أصفرت العملية على توقيف ثلاثة أشخاص في حين يبقى ثلاثة أخرون في حالة فرار وحجة 13.050 كبسولة دواء نوع بريقابالين 300 ميلي جرام أجنبية الصنع وسيارة سياحية ترجمة نانسي قنقر